عبدالله الحبيب أشرف منك وأشرف من إدارتك كاملة يلمخنز انت لباشي شيئا لك رأسك ونسيت ان هالرئيس رجمهورية من الجزائر ما عن بيحد ماشي الاسبانيا مشيت انت عليها لمخابرة الاحتلال عن فنان رامش الاسبانيا تذكر واي رأو عبدالله الحبيب رأو خالي عليكم إخواني حياكم الله معكم أخذي لكم علي باريش دائما فيما يخص قضية السحراء المغربية وهي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم اليوم الإخوان سنتكلموا بالتسريبات الصوتية على إطار البوليزاري أو قيادة البوليزاري سابقا عبدالله الحبيب البلال هذا القيادة اللي توفيها قبل ما يقارب سنة أو سنتين من الآن سنتكلموا على سبب الوفاة دياله وشكون هو بالضبط عبدالله الحبيب البلال كتقول ما يسمى وكالة أنباء المستقلة التابعة للبوليزاري لأنها ستتضم ندوة فكرية تحت عنوان بصمات القائد السيداني عبدالله الحبيب البلال قبل هذه الندوة المرتقة بتنظيمها من طرف البوليزاري يوم الثلاثة أغسطس من سنة ٢٠٢٢٣٠ نظروا نكونوا سباقين لهذه الندوة ونوضحوا ياسر من الأمور الذي نتمنى من هذا البوليزاري وهذه الندوة تترق لهم من هو عبدالله الحبيب البلال؟ عبدالله الحبيب البلال والده أو جده رحمة الله عليه هو الحبيب البلال شيخ من شيخ التندوف الذي رفض الاستعمار الفرنسي في التندوف ورفض ضم التندوف في الجزائر عبدالله الحبيب البلال كان شيخ مشيخ في التندوف وعقب رجع للمغرب وبايع مرة أخرى السلطان محمد الخامس وكان إطار مغربي ووطني عينه السلطان محمد الخامس رحمة الله عليه في وظائف كبيرة ومهام كبيرة في الدولة المغربية وما زال هذا عبدالله الحبيب والده البلال عنده ربع أخوات من زوجات في المغرب مستقرات في المغرب عبدالله الحبيب البلال كان معين من طرف البوليزاريو رئيس ما يسمى مخابرات البوليزاريو وكان مكلف بجهاز الأمن والتوتى ولكن حقيقة اللي لازم نوضحه الجميع المستمعين على أن عبدالله الحبيب البلال تم تصفيته من طرف المخابرات الجزائية والبوليزاريو والسبب التصفية دياله هو أنه تهموه وراء تسريب معلومات خروج إبراهيم غاري من جزائر للعلاج في إسبانيا التهمة كانت مجهة مباشرة العبدالله الحبيب البلال في الذكر في الأتراك كان هو مريض بمو كورونا وكان ممكن التعاج بكورونا إلا أنه تعمدوا غبتياله لأنه تهموه منورات تسريب معلومات خروج إبراهيم غاري من جزائر للعلاج في إسبانيا والتسريب الصوتي اللي سمعنا في بداية الفيديو يعود الشخص محمد علوات علوات كتعرفوه لأنه أحد مرتزقة البوليزاريو وبالمناسبة كيتواجد حاليا في مخيمة تندوف وقد أعلن قبل أيام قليلة من الآن على أنه سيرجع للعيون عموما علوات كيلنبحوه لكيشير في هذا التسريب الصوتي على أنه عبدالله الحبيب البلال قد تم تصفيته من طرف البوليزاريو وقال بواضح العبارات إلا ترجعوا التسريب الصوتي تأملوا ليم زيار ونسمعوا إن شاء الله في آخر فيديو كيتهم مباشرة البشير مصطفى السيد على أنه خبر قيادات البوليزاريو على أنه عبدالله الحبيب البلال هو اللي اعطى معلومات أو سرب معلومات خروج إبراهيم غاري للعلاج في إسبانيا عبدالله الحبيب البلال ابن الحبيب البلال تكلمت عليه في عدة فيديوهات الشخص نفسه اللي تكلمت عليه في فيديوهات سابقة أن الوالد وجده وعائلته كانت بايعة السلطان محمد الخامس هو من أصول تندوفيا وجده والحبيب البلال كان بايع السلطان محمد الخامس وكان أكتر من هذا كان قايد على مدينة قلميم هذا التسريب الصوتي كي يبيل لنا ويظهر لنا على أنه كان هاد القيادة البارز اللي تعلن على أنه توفى بسبب كورونا كان في خلاف وانشقاق وتوتر مع البشير مصطفى السيد هاد البشير مصطفى السيد اللي قلت لكم هو أخ الولي مصطفى السيد مؤسس بوليزاريو وذلك تقلد عدة مناصب أبرز وحاليا مستشار إبراهيم غالي غنربطوا هاد المواطع بواحد الموضوع وكان دردج عالميا واتهام المغرب بالتجسس على مرموز دولية وكذلك جزائرية باستخدام برنامج إسرائيلي بغصص تبين بعد هذا الضجة أن المغرب بريء من كل هذه الاتهامات وأن الجزائر هي السبب وهي المسؤولة عن إخراج هذه الإشاعة وهذه التهمة لمخابرات المغربية والمغرب عامة ولكن احنا سنسألوه لماذا الجزائر بالضبط خرجت هذه الإشاعة وهذه التهمة لمغرب الرجوع أخوتي خروج إبراهيم غالي زعيم بوليزاريو للعلاج في إسبانيا إسبانيا من اللي وصلها إبراهيم غالي وصل بهوية مزورة وتم التحقيق معه في عدة تهم أبرزها الإبادة الجماعية والاتكاب الجرائم في حق مواطنين إسبان من أصول صحراوية في مخيمة تدوف الجزائر ما كانت بغاية نهائيا تخرج أن إبراهيم غالي قد خرج من الجزائر للعلاج في إسبانيا لكن في الأخير تسرب معطى خروج إبراهيم غالي من الجزائر للعلاج في إسبانيا بعد ذلك وبعد تلك الضجة علنت الدولة الجزائرية والمخابرة الجزائرية وكما كشفت لكم في تسريبات أخرى أنها أعطت الأمر بإجراء تحقيق عن سبب خروج هذا المعطى الخطير بالنسبة للجزائريين لهو خروج إبراهيم غالي من الجزائر للعلاج في إسبانيا اللي وقع من وراه التحقيق مع إبراهيم غالي وفضيحة ضربت قيادة البوليزار والجزائر كذلك هذا التحقيق بصفتنا مغاربة لا نعلم إن أعطى أكله للجزائرين أم لا المهم أنه جمع وراه اتهام المغرب باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي وعرفنا كذلك أن الجزائر وراه الإشاعة إذن الجزائر هناك توتر داخل الجزائريين والبوليزاريو لأنه ما عارفينش كيفاش كتتصر بهذه المعطيات شك فقط هو اتهام المغرب بالتجسس عن المسؤولين الجزائرين وقيادة البوليزاريو كذلك كيفان من هذا التسريب أنه توجهت الاتهامات البشير مصطفى السيد والبشير مصطفى السيد نفسه وجه التهمة لرئيس مخابرات البوليزاريو عبدالله الحبيب البلال من هنا أختيك يبال لنا بالمنموس أن هذا القيادة اللي كان عنده منصب رئيس مخابرات البوليزاريو تم تصفيته من طرف الجزائر وما ماتش كما كدعي الجزائر وقياة البوليزاريو بسبب كورونا إنما تم تصفيته انتقاما لربما بتسريب معطى خطير اللي هو خروج إبراهيم غالي من الجزائر للعلاج في إسبانيا كذلك ما زالت التهمة مطروحة على البشير مصطفى السيد من طرف أنصار عبدالله الحبيب ودفاع على عبدالله الحبيب تم إلساق التهمة نفسها للبشير مصطفى السيد أما قضية اتهام المغرب بالتجسس باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي فكتبقى مجرد تهمة تم تلفيقها للمغرب بالتجسس باستخدام برنامج بيغاسوس في حاولة منهم إنصاف وتبرئة قيادي البوليزارو اللي ممكن يكونوا هم نفسهم سبب إخراج هذا المؤطن الخطير الحساس اللي هو خروج إبراهيم غالي من الجزائر للعلاج في إسبانيا كل هذا أخوتي يبين لنا على أنه كان توطر فعلي داخل قيادة البوليزارو وبينها مع رموز الجزائر والدولة الجزائرية سمعوا التسريبات أخوتي حياكم الله ويحيا الشعب المغرب العظيم هذه كل رسالة من علواتي للبشير مصطفى السيد الجلياد الخائن مندس كل صدق ما تلكون عبد الله الحبيب الله يلحم الشهدقة عبد الله الحبيب أشرف منك ثم لا تكلموا قدامهم تكلموا كونيش تشهدوا والله وراهم هذا التلعبات ونتنسيت يا البشير ما خليت شيء ما أسركتك وآخر شيء في زمن كورونا الناحية الخامسة القفصة كاملة بقصوارها مون تشهدك كامل يشهد مولانو يشهدوا الناحية الخامسة أيما زمن كورونا بحلتها كاملة صبيتك وخلي المشارع بزيد ما كلمك حدري هذا ما تلكون الشهداء الشيء عبد الله الحبيب أشرف منك وأشرف من إدارتك كاملة يلمخنز أنت اللي بيش أشياء لك رأسك ما تلكون الشهد عبد الله الحبيب أضريك سبحان الله ليشرف منك حتى الشهداء ما يسلكوا منك تعرف أنت بلا هو ثلاثة في قيادة الثلاثة منهم أنت النهار تموتوا الشعب الصحراوي القيادة المناظرية تحت مدارة الجبه الشعبي تحت الساق الحمد لا تصطلح ونجدوا الاستقل لنا مباشرة ما دام أنت حي دو كثير معكم حيي ما لا ينشوفوا الاستقل أبدا ونسيت نهار رئيس الجمهورية من الجزائر لا عن بي حد ماشر إسبانيا مشيت نتعليها لمخابرة الاعتدال عن فنان رامشة إسبانيا ونسيت ذات المؤتمر الاستيثنائي اللي تديروا في الصمارة أنت وعصابته ما حد أبراهيم غالي موجوع الله يجيب له الشفاء رعى أبراهيم غالي رعى الجاهلية مات إن شاء الله المخير وجاي بالجديد ونتوهوا لهم رطي من الحكومة نسيت هذا ينبشي المؤتمر الاستيثنائي اللي تدير في هذه الصمارة أبراهيم غالي صار لو محمد الله يرحمه هو اللي يعرفك يعرفك زين ماذا نفقى أخبط رأسك ما رحيت في المحارة الناس ما يقادة عليك ما تلاكون الشهداء ما تلاكون عبدالله الحبيب عبدالله الحبيب أشرف منك والشهداء أشرف منك مات بعد ما خان أهده عبدالله الحبيب ما عنده مات ما يتسال فيه الدولة سنتيم واحد أول وزير دفاع في الحكمة الصحراوية شو كم المليار رجع وكم السيارة وكم دفع الرعاباعي والمعيدات وزيد وزيد والملايير اللي كتن التوازل دفاع أغفتها كاملة كيف الوزارة السبقوك فيها لعدت فيها إلى الوفود ديك تبطى الخمس مئة دولار أقبط ثلتمائة دولار في جيبك ميتين دولار تعطيها لهم راعي الوفود وزير حيي رغم عني ضد الوفود أنا بميسو وبعرة عاكب سلطانة لفسخة الصراوي اللي الحكومة كانوا والبرقوقيين كاملين كانت تلطانة خمس مئة دولار عدت بتعطيهم ميتين دولار ثلاثمئة دولار تلبطها في جيبك الواحد آآ مسترابي البشير مسترابي الشوي بعد من الشهداء القادية الوطنية ذاك الرقبة العوجة ما عوج أمولان أكاك نصحك نصيحة من مناطر البسيط من مناطر البسيط نصحك نصيحة لحدين البشير أقبط تصبيحك وتركن وتنازل عن أملاكك كان للشعب الصحراوي والله كل ربعها والله قامهم باقي يوال واقبط تكون تصبيحك واللي باقي مع عمرك تسبح حياتك كان القيس باقي تكون تنقصش من دوك اللي كنت تعدد ونتحداك يا الجلادي وقف في البوق كيف ما قديك ساعف المطمر عناك سراك وعناك تنازل حقك تدير تسامح من الناس اللي كانت عارقه طلب لهم مسامحة من الشعب الصحراوي ومن دوك اللي جلدتهم ونطلب من مسامحة وقبط تصبيحك كان مولانا يغفر لك انت وثي معاك ونزالوا حيين النهار تموتوا اللي تعود سعادية ماشي خير منكم كانني ماشي موليفون ونزلتوا تموح حيين ما خارجش مستطراب يا البشير مستطراب شغي وستغفر لك ماتل أكون عبدالله الحبيب سيد وقاد هذا بقى نكون البارح ونتحدى سيد وقاد يتكلم يقول عن قد قالوا يا البشير نحن نعفوذك العصابات التوعات كاملة في إضاعات ونتحدى سيد وقاد أنا ما قد تشتقوا ما نعرفوا قد تشتوه في ترفازة إنسان وفصيح ويقول مسائل الزينا ويرد الأسئلة مع الإعلاميين يرد أجوابه الزينا يغل نتحدى وقاد وقاد هذا عام يقول عن قد قالوا شي قد قالوا شي عبدالله الحبيب عبدالله الحبيب موقفه واضح موزارة الأمن ما بغا يقبضها ينجب على الرئيس يتفاهموا يتفاهموا عليه بيهم يلفات سودة فمها وما كان باقي يحوذ الحرديد فم هين عادوا يتبادلوا ببيناتهم سيد وقاد جابوا من الدفاع للمن وحرديد دابوه جابوه من للمن للجيش بالدفاع ماذا عارف العالم كامل؟ البشير مصطراب مصطراب واللي باقي في عمرك قد تصبيح أخي هرنك شوهت القضية مثلا كل شو هذا القضية الوطنية ها ولا ناجيك ناجيك هاي لوالي نصير يا بودا انت مراك هانترشد شوه هذا اللي هو دور جايب معنا سيد محمد هالوات عرغم اوزين عليك انت كشاب تنظر في السياسة ومن عرفهاش وعندك رؤية وعندك شوف هذا المواعي هذا في ضيحة لي البشير والسيد عبدالله الحبيب كان لا كيف كيف كانوا كاملين لا غيادة اللي واحد كان قتال وكان جلاد ثاني ما انكر عليه وطف اللي هذا هو وقع له وحلا كان فيه وعندك رؤية اراه عبدالله الحبيب اراه خالي اراه خالي اراه من اخوالي المتوليني فهمت فاختصارهم من واحدة من هالباد فهمت الرواية والبشيراني ما عندي بها علاقة يقال هذا اللي هو واقع واقع شتوانا في ذلي فيهم الاثنين هاو الناس كانوا الاثنين انا الصمن اللي عدناك للاحد نباعد قاع عنه نمرك التنظيم هو فيها لأنه ظالم والظالم ما ينقعد معه موسيقى